استعداداً لاستجوابها تضع لجنة النزاهة النيابية عنوين ملفات فساد كبرى في قضاء النازحين المنطبطة بوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فاق جابرو والتي تتصدرها ملفات السلة الغذائية ونفط التدفئة والطبخ اللجنة كشفت قائمة اتهامات حول ذهاب مبالغ التبرعات من منظمات المجتمع المدني الدولية إلى جيوب الفاسدين وتوزيع نفط أبيض غير مطابق للمواصفات يشكل خطورة على النازحين وعدم تغيير الخيم منذ عشر سنوات على الرغم من خطورتها على النازحين بالإضافة إلى توزيع سلال غذائية وصحية منتهية الصلاحية وفي حملة التواقيع التي قامت بها عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل بسبب ما أكدته حول توزيع الوزارة مواد منتهية الصلاحية على مخيمات نازحي سنجار رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب ماجد شنجاري أكد أيضا أن الوزارة تستخدم ملف النازحين كورقة سياسية إذا أقليم كردستان ولم يكن ذلك الاستجواب الأول من نوعه بل سبق وأن تقدمت عضو البرلمان فيان دخيل العام الماضي بالشكوى وجمع تواقع نيابية لاستجواب الوزيرة على خلفية ملفات فساد تشمل السلة الغذائية كذلك وأوضاع مخيمات النازحين والمنح المالي المخصصة لهم وفي حزيران من العام الماضي أقر البرلمان بوجود أجندات سياسية وأقليمية تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتحدثت عن تقليص عوامل سياسية قدرة الحكومة على حسم الملف رغم أنها قادرة على فعل ذلك ما يفاقم معاناة الكثير من العائلات العراقية النازحة